كما تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض السلع الغذائية بحية اللوتس في مدينة أسوان ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة موقف توفر السلع وأسعارها وأكد رئيس الوزراء ضرورة تستمرار دخل السلع بكميات كبيرة وأسعار مناسبة للمواطنين وأشهد المعرض مشاركة مبادرة كلنا واحد أمان ومنفذ محافظة أسوان بمشاركة الغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة حيث تفقد مدبولي جميع تلك المنافذ لفحص المنتجات والاطلاع على الأسعار بها